يعتبر وادي الموت الذي يقع شرق ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية واحدا من أكثر الأماكن حرارة وجفافا على وجه الأرض حيث تصل درجات الحرارة فيه إلى مستويات قياسية حيث تصل درجة الحرارة في الصيف إلى 54 درجة مئوية ينخفض الوادي إلى حوالي 86 مترا تحت مستوى سطح البحر ويمتد على مساحة تزيد عن 3000 ميلا مربع يتميز الوادي بوجود طبقة من الطين الملساء والتي تغطيها أحيانا طبقة رقيقة من الماء بعده طول الأمطار النادرة ظاهرة الصخور المتحركة لغز حير العلماء تم اكتشاف ظاهرة الصخور المتحركة في بحيرة رايستراك الجافة في وادي الموت والتي تتمثل في تحرك صخور كبيرة الحجم لمسافات طويلة عبر سطح البحيرة الجافة تاركة وراءها آثارا واضحة لحركتها تتراوح أوزان هذه الصخور بين مضعة كيلوغرامات إلى مئات الكيلوغرامات مما زاد من غموض هذه الظاهرة لطالما حاول العلماء تفسير هذه الظاهرة الغريبة وتعدت الفرضيات حولها منها الرياح القوية كانت هذه الفرضية الأكثر شيوعا في البداية حيث افترض العلماء أن الرياح القوية هي التي تدفع هذه الصخور الثقيلة للتحرك ولكن هذه الفرضية لم تستطع تفسير كيفية تحرك الصخور الكبيرة لمسافات طويلة على سطح أملس المخلوقات الفضائية انتشرت بعض النظريات التي تقول إن كائنات فضائية هي من تقوم بتحريك هذه الصخور ولكن هذه النظريات تفتقر إلى أي دليل علمي القوة المغناطسية بعض العلماء اقترحوا أن قوة مغناطسية غير معروفة هي التي تتحكم في حركة الصخور ولكن هذه الفرضية أيضا لم تجد أي دعم علمي في عام 2011 ميلادي بدأ ريتشارد نوريس وجيمس نوريس ودانيال كاسكل رحلة لاكتشاف هذه الظاهرة الجولوجية وذلك بتجهيز 15 صخرة بأجهزة نظام تحديد المواقع العالمي لتتبع تحركاتها توجت جهودهم بإنجاز كبير في ديسمبر في عام 2013 ميلادي عندما لاحظوا تحرك الصخور للمرة الأولى بعد سنوات طويلة من البحث والدراسة تمكن فريق العلماء في عام 2014 من حل لغز ظاهرة الصخور المتحركة فقد اكتشفوا أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة تضافر عدة عوامل طبيعية وهي الأمطار النادرة تتسبب الأمطار النادرة في تشكل طبقة رقيقة من الماء على سطح البحيرة الجافة الرياح الخفيفة تهب رياح خفيفة على سطح البحيرة الممتل مما يؤدي إلى تحرك طبقة الجليد الرقيقة التي تتكون على سطح الماء تدفع طبقة الجليد الرقيقة الصخور الصخيرة والأخف وزنا للتحرك وعندما تصطدم هذه الصخور بالصخور الأكبر فإنها تدفعها بدورها للتحرك درجات الحرارة المنخفضة تساعد درجات الحرارة المنخفضة في الليل على تجميد طبقة الماء وتكوين طبقة جليدية رقيقة تدفع هذه العملية الصخور بوتيرة بطيئة حوالي 15 قدما في الدقيقة مما يساعد على وجود هذه المسارات المميزة